جلسة مفتوحة لمجلس الأمن ضغط عليها الاتهامات بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى الرئيس الأوكراني الذي حضر عبر الفيديو لأول مرة في مجلس الأمن اتهم القوات الروسية بأنها ارتكبت فضائع في المدن الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية نعم لدينا مجلس أمن ولكن أين السلام وأين الضمانات الخاصة بناء التي يجب على الأمم المتحدة أن تقدمها إلينا نعم هذه المؤسسة الرئيسية في العالم التي يجب أن تقمع أي عدوان على السلام لأن أي عدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من العدوان ونحن الآن نرى ما فعله الجنود الروس في بوتشا لكن حتى الآن لم يرى العالم ما فعله الروس وما ارتكبوه من جرائم في مدن أخرى المندوب الروسي كذب من جهته موقف كييف مؤكدا أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي وأن الجثث المنتشر في شوارع بوتشا لم تكن موجودة بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة كييف وزعت الأسلحة على المجرمين في أوكرانيا وأطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين وعلى الرغم من كل هذه الأدلة يحاولون توجيه الاتهامات للجيش الروسي وهذا أمر غير مقبول كييف تنفذ اليوم عمليات ضد المدنيين في أوكرانيا ويحاولون اتهام روسيا وخصوصا في مناطق انسحب منها الجيش الروسي منذ فترة بعد محادثات اسطنبول من جهته طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل بعد انتشار الصور التي وصفها بالمروعة للقتل المدنيين في بوتشا ندعو لوقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا وقد طلبت من منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفث أن يسافر إلى روسيا وأوكرانيا بهدف الضغط من أجل وقف نار إنساني طارئ واستلمت المملكة المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر واتهمتها روسيا بالتعصف في استعمال سلطتها بسبب رفضها عقد جلسة لمجلس الأمن يوم أمس الاتهامات والانقسامات تقوض عمل مجلس الأمن لحفظ الأمن والسلام في أوكرانيا وخارجها هذا ما قاله اليوم الآمين العام للأمم المتحدة ويرى مراقبون أن رفض تقديم تنازلات من قبل كافة أطراف النزاع في أوكرانيا قد يطيل عمر الأزمة عوض إيجاد حل لها رضا بوشفرة سكاي نيوز عربية نيويورك